اشهد المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية بالترحيب السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بدعوة اللجنة العليا للأخوة الانسانية المؤمنين في كل مكان في العالم إلى الصلاة والدعاء والصوم وفعل الخيرات كل فرد في مكانه وحسب دينه ومعتقده ومذهبه وذلك في يوم الخميس الرابع عشر من مايو الجاري من أجل أن يرفع الله عز وجل وباء كورونا عن البشرية وأعرب المجلس عن تقديره العميق للجهود الجبارة التي يقوم بها العالم كله في مواجهة هذه الظروف الصعيبة خصوصا الكوادر الطبية والتمريضية ومراكز البحوث والدراسات وجميع فرق الاسناد والدعم والمتابعة في الوقت الذي يؤكد فيه المجلس أهمية دور تلك الجهود البشرية النبيلة ليؤكد أيضا ضرورة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى فهو مسبب الأسباب والسميع المجيم وأهبى بجميع المؤمنين أن يرفعوا جميعا كفة ضراعة إلى الله سبحانه وتعالى ويتقربوا إليه بمختلف القربات والطاعات والمبرات ويخلص له الدعاء والنوايا متوسلين إليه بقلوب مؤمنة ونيات صافية ليرفع هذا البلاء عن البشرية ويمنى على المرضى بالشفاء العاجل ويجنب الجميع تبعاته هذا الوباء فإنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه اشتركوا في القناة